واجهت زل جلال والإكرام وكان لي بمصدر مرامي واجهت زل جلال والإكرام وكان لي بمصدر مرامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله على ما نقول وكيل أنشأت يوم الأربعاء في البحور قصيدة مثل رماه في النهور لله رب العالمين الحمد لما مهى عني الخطأ والعمد له خطابي وسط الفجار وفيضه بكل صدري جاري هب لي دواما ربي أن لا أشرك بك لا يعدا وكفني من أشرك علمتني ربي بأنك الأحد والصمد المغني الذي لك التهد لا شك في غناك ربي عن ولد ووالد وعن زمان وبلد أف لقوم سلسوك يا أحد يا ذا انتقام ما له كفا أحد مد حياتي خديما للحسن جد الحسين من علي والحسن أكرم كل والد وما ولد وخير من ولد في خير البلد نبيك المرد العدا محمدي صلي عليه والتصلم سمدي خلت مصليا عليه السلام في آله وصابه الجالي الظلام وجه سلاميك بالانتهاء ربي إلى المحتارد البهائي وجه جوانه وخلبي أبدا إلى الذي تحبه من الهدى جميع ما كتبته وما أكتبه خير هدى معمما والطنفهدي واللساني في الكتاب وكل يجعل خير أجر وثواب لكتب ثوابا في الشراب والطعم وفي صيامي وقيامي والمنم إذا الفطوري كالصيام وجعلي نومي وفكرتي كالتنفلي إذا الجميع ما يكون صادرا مني رباك باطنا وظاهرا كملت يوم السبت في البحور قصيدة فيها محور الحور هذه قصيدة بها جادلت أهل الكتاب وبها قاتلت مبتغيا بها رباء المولى فإنه سبحانه بأولى أجاهد الكفار بالآيات وبالأحاديث بالالتفات لذا شديد البطش وهو المنتقم أقارب تندغ كل مجترم من لم يتب لله يا نصارى مصلصا فسيلاق النارى توبوا له بقول هو الله أحد لآخر السورة من ذاك العدد توبوا له بدينه الإسلامي دين النبي المصطفى الإمامي خد انتهى بحمد ذي الجلالي نظم صليا على الكمالي وسيلتي لمالكي وجنتي محمد خير البرايا جنتي له بآله وصحبه اكتبي خير السلاميك وليشكر كتبي وجهت لي يا ربي في الخميسي ما أخجل الأمير في الخميسي كفيتني العدى بأهل بدري فليكن بهم وأعلي قدري يالله صلي بسلام أبدا على أجل كل عبد عبدا له بآله وصحبه البهور اكتب سلاميك ورض لي ذا الدهور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم للاه كله وهو الله الأحد السمد المغني لمن له التحد أدوب عن جناب من لم يلدي سبحانه ولم يكن بولدي تبت له ولي يرود من جهد قطل ولم يكن له كفا الأحد جاهد في البحر الذين سنلسوا ومن تسندقوا ومن تنسلسوا أن ننتفوا معا بأهل بدري وبيهم الحفظ يولي قدري له من الله أروم سرمدا أكبر ردوان بجاي أحمدا وسيلتي لمالكي وجنتي عن المعاصي والحساب جنتي أسفى صلاة الله بالتسليم عليه بالآل ذوي العلوم دعا خلامي ومداتي للشكر ما خاذ للباخ المقدم الشكر علي من الله بالصفاء مستغنيا به عن الشفاء إلي قادما له كلية أجوره في عملي ونيتي آواني الله له بالمصطفى سلا عليه سرمدا كمصطفى أسكى صلاة بسلام يسله كلي بها بكن فقط فأفله للمصطفى بالصلاة بالسلام في آله مع صحابه يا سلام ربي بجائه عدايا سخري لي جميعا ولي الخير قري سلم جنابي والثرو العدايا لي به وسبه هدايا وجه رجال بدرين الأبراري لنصرتي على العدى الأشراري له توجهت بهم غريبا ولم تزل يا مالكي قريبا بكونك العزيز والمنتقما أعزني وليكن منتقما يا من له العباد والأفعال يا الله يا قادر يا فعال ناجاك عبدك خديم عبدك ويبتغي بجائه ما عندك كون له بجائه فوق المنا وانصر جنابه بكل الأمناء مد حياته بما فضيته وخير له بالعيش قد شفيته كفيته جملة ما لا طرداء وزد قائدا له ما يرضاء داعاك موخنا بأنك الكريم ويرتجي ضعف الذي منك يرم عنك رضي وقدم الجهادا وغيره فهب له اجهادا اقر له أعداءه جميعا يا خير عدل لم يزل سميعا آتيته فضلا عظيما منكا فزد علما مع فهم عنكا بارد له في نفسه وأهله ونصله بعد انتفاء جهله عنه نفيت الجهل والأعداء بأهل بدر ونفيت الداء ضيفك راض عنك في البحور وفاز فيها بمحور حور كفيته فيها بلا إخراج من طلب البلاد باستدراج من طلب الملك بظلم الناس وببراز الله رب الناس باعو جنان الخلد بالنيران واشتروا الآسام بالغفران عن استراط المستقيم ضلوا وغيرهم من الوراء ضلوا ضلوا بصد عن سبيل الله وبمكابدة أهل الله أطراهم اللعين عين الأشقياء فبارزوا الأمين عين الأشقياء قد طلبوا ملك البلاد والطغو وأكثروا فيها الفساد وبغو دعاهم اللعين إبليس الرجم إلى براز أهل بدر للنجوم يقودهم بكيده العظيم إلى مبارزة للتعظيم عمي وبكم وكبارهم صغار وفي مبارزتهم لهم صغار لهم عذاب بعد مقت قد كبر ويهزمون ويولون الدبر من بارز المقتدر المنتقما مع تدليلا ويلاقي مقما الله جل أحد الله السمد الذي هو الإله لم يكن مولودا وليس والدا وملكه جل يدوم خالدا له قطابي ويروض من جهد لي ولم يكنه كفا أهد هملي يا وهاب ذا الكونين أضعف ما أختار ممنين اكتبني اللهم في المجاهد حقيقة الجهاد والمعاهد لك توجهت بذي القصيدة فعندك اجعلها قدا مفيدا لك جعلتها وديعة إله حير الجنان رجيا منك الإله ذببت عنك وعن المختار بها وعن أصحابه الأستار يا الله يا أحد يا خير السمد يا رافع السماء من غير عمل نظف مكاتبي من العيوب وتلفوادي عيبة الغيوب يا علم الخيب مهى الشهادة جد لي بالعلوم والسعادة تفضلا علي بالتمليك يا خير معنم مالك مالك سخلي منازل عداية في الجنان بلا هساب والتطيب الجنان لوجهك الكريم خلت في اللئم خصائدا مجاهدا بلا فئم لهم قطاب عندهم في البحر وهم ذو شقاوة ودهري لله ذي القفران طوبو طاين من التصل لجميعا خاشعين ويللكم إن لم تكونوا طايبين للواهد القهاري جل آئيب نبهكم قبل ببعث موسى أهل الكتاب وببعث عيسى مبشرا بزي المزايا أحمدا وكلهم عبد رسول حمدا نبذت اليهود والنصارى من دينهم عين الضلال صارى كتاب موسى وكتاب عيسى وذكر عز المنهلين عيسى محمد صلى عليه وعلى جميع رسله بتسليم على لكم قطابي أيها النصارى كونوا لخير مرسل أنصارى ويل لكم إن لم تتوبوا للجلل بحب عبده حبيبه القليل أفضل من مضى ومن ياتي ومن حضر مدلقا من أهل ذا الزمن ذاك الذي يقود لمولايا به مراد وكفى البلايا أصأنه له الصلاة والسلام في كل موضع وفي دار السلام فجأني الأكرم في جماد بما به أشكره وحمدا ليحذر الآدى وسط ومرقمي فإنه على العذاق النقمي يضب عن جنابه العلي وعن جناب المصطفى النبي هجابهم صرفهم للخمري وللزنا والكل أدنى غمري ذببت عن حضرته المقدسة ذوي الشقى والأنفس المنجسة رددتموا بالبيض والأرماه من قد وحدا والكل منهم في الكتاب الحداء هابوا أضل ربهم أعمالهم وضيعوا في باطن أموالهم اتبعوا الباطل والشيطان وبالمعاسي أمروا الأوطان لهم لدى عدل العلي المنتقمي ما لا يزال سرمدا من نقمي فجورهم قد جرهم للخمري وللزنا وترك كل عمري ويل لهم قد أن لدى كشف النقم يوم السلاسل تلازم الرقم نفوزهم نجسة فصدوا عن السبيل وتغور تدوا عن الصراط المستقيم مالوا وللأباطل الوراء أمالوا نبهتهم ولم يلتفتوا حينئذ بل للعين التفتوا اتبعوا اللعين والأهواء ولازموا ما يرس الأسواء مصواهم إن لم يأتوبوا عاجلا نيران عدل خادر وآجلا رام خفاض ديننا الإسلامي بالكيد والإخراج والكلام هم الذين كرهوا ما أنزلاه اللهم اغطي الفضل هنا نزلا إذا لقيتم الذين كفروا وكذبوا وجحدوا ونفروا ناوين ستر الدين بالنقاب فأعملوا الصيوف في الرقاب توجهوا لوجهي الجلال يا أهل بدر لدوي الضلال صلى على رئيسكم بكم معا ربي ولي بكل عداه خمعا يا ربي صل بسلامك على سيدنا محمد باب العلا بآله وصابه وانصرني بأهل بدر وبهم بشرني وجل جميع ما كتبت أكبرا لضل لديك كفعال الكبرى وصل بالتسليم يا مقدم على الذي له دواما أخدم لواجه الكريم وهو صلمي بلالي وصحبي وكل مسلمي ما داما من يحمده يحوي البقاء وبمناه للجنان سبقاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلني علم على الغيوب من عالم عني محل عيوب فطنحني العيوب والقطاع حين ذا ربي سار بالمطاع لم ينحني شيء من الوسواس وهو أقتب النبي أبا نواس أنا لني الله لنور اللسان العربي أنا لني نور اللسان العربي كوني صورا للنبي العربي حروا من شعري إبليس المريد ومن قصائد يهتدي المريد غناي بالله عن الملوك لجاذب الصفاء والتمليك يبس عن فعل علوم قلم ولسواي أما كل ألم باركني في الخط معت الوحي وكان لي إما يسر المحي إلي قاد مالك كتاب كشسا كما وهب للكتاب لا يبين الله ما لم يعلم إسواه في القرآن جال الظلم هذا رسول الله صلى الله خليص الآل عمى والاه ماء مدادي واندرار قلم لي وأغناني عن التعلم أدر كتابتي يفوق عندا جمت ما به يباهي جندا وافقني في الخط أهل بذري على جميع أجمع للقدر اكتب ناقلا من اللوح الحفير معها إدوان العلي واللفير ذكر من ليس له كفأ أحد إلى شغى الساق كل من جحد وصل العدل الإله والنبي مغيبا عن أقرب وأجنب أكرمني الباقي بالانتهاء هو السفري إليه ذو انتهاء لبق بيني أو بين ربي شيء مكدر لصف الحب إلى سوى نحو انتح الشيطان وليصفى المجلس والأوطان أضيت عن رب السماء والأرض وكرما قبل مني قرضي كيافتي كشفة الغيوبان يمني عند من عني محل عيوبان وكذلك مكنا وجود للقدم والبقاء قد بأن لي وجاد بارتقاء كتاب ذي الخلاف والقيام هدية لي إقنذ القيام ذلك وعد من إليه الوحدة قلت كما نحاه كل وحدة الله ربي أحد والله الصمد الذي بدت علاه ليس بوالي وليس بولد خلق كل والد وما ولد كرمني بقوله والله أحد فكي أمن ليس له كفأ أحد ملك ذو القدرة والإرادة خليل والحبيب ما أراد كوان ذو العلم وذو الحياة لما أشعب صف الحياة كرمي السمع مع التخددان عني قبل وعطال العددان ناجئت البصر والكلام وقادر الذكر بلا ملام إنها مضارة زمان الله أتوجه لي وعدوي لم يعن إنها مضارة زمان الله أن توجه لي وعدوي لم يعن إلى شواء جالب الشقاء ينوع تليك مع الثقاء عليم حكيم عبادتي للوجود والقدم وقاد لي في عادتي خير لخدن للبقاء والخلاف والقيان روى الخلق كما له الصيان يا من له القدرة والإرادة قل لي أما يهوى ذو الإرادة مد بحرق عادة لي علمان ينفع وكفني عدن والظلمان حفيظ بحفي الكتاب ظاهران وباطن وكل يجعل طاهران كن لي بخلق عادة بلا غرون ولا الحياتي أيضا مع السرون يقودنيك أنفع الكرم وذري من قبل ذلعام صرم أفاتح الجنة قدري اليوما ولا توجه لجهاتي لوما أدعو إلى الله على بصيرة أجمع جملة العدى لغيري قل الجنان ليصف ميري دعا قلامي إلى الكتاب شكو ضباق قاد لي كتابا على الذي قدمه ذلما خير الصلاة والسلام مني وجه ربي العين والعدان إلى سواي لعلاقي من عدان ألان لي بالمنتقى رب القلون ورائبا يقود لي مع الحليم إلى سواي مال الضر وكذر إلى سواي كل الضر وكذر في أبدا بإذن من يجد القدر للمنتقى وجهت في عشر السنين مقادر به الحلالة كالفنوم يقود المعين بإذن المالك مغدد مجذوب وكل سالك الظاهر الباتل قاد ظاهرا لي وباتلا قديما باهرا ليقود المعهد وعليم في كل شهد مدينة العلوم لوجه الكريم مني يشتران ما لا يزال سرمدا مستتران ولي متى يقول كني يكن وليكمل مراجي بكن عن إنسان ربيع بعدودا لدار خير خبير لي أطاب الخلدان لوجه ترى ثلاثين معان هاش ولي مناي جمعان يقود لي إلى الجنان الثمنين وفي الجنان بالرضاء والأمن بأن يقود كل من تعلقان لو كما كليتي قد أطلقان سنفضري لعداه الباقي وقاد لي مواهب السباق يشد لي بأنه أحبني من غيره قطعا وصان قبلي رسوله سيدنا محمد أحبني من كل خلق يحمد ووسيلتي إلى الأحب عبداً قديماً أي خل حبي أشياء من ساق العداء لغيرين آلي به يصطف في ميرين نجف آدي ولساني من دار بيرق كل مفلق شعر نوير كلامي بنور قد بهر وبيبشر كل هاد قد مهر تفضل علي ربي بسهر لكنك اللي هداه قد ظهر حطني به عن من أسر وجهر بسوء أو يا من كونه ليشتهر حطني به عن من أسر أو جهر بسوء يا من كونه ليشتهر تفضل علي يا من ليغفل بيرعد من عاداك لي ومن نفر حديثني فليستحق من حصل يا وجن يا خير قاهر النصر ألن لي اللهم كل ذي ضجر وكل من فآده حاك الحجر ألن لي اللهم كل ذي ضجر وكل من فآده حاك الحجر أخير يا اللهم كل ذي عصر ورده لي حتى يصير لا يسر يا ذي سخر منها ومن أمر وكل ذي بزارة ومن أمر أخير لي اللهم كل ذي أشر يا قهر الجنة طرقا والبشر لا يتكر اللهم يا ربا فطر لا يستجب برود كل ذي بطر هبل يا فوق ما بباني خطر في أبد بلا حساب أو خطر هي الفيودات تخجل المطر ورم عقدي ومقالي وسطا أنا يفضلك الجميع ما صدر مني خالصا لديك من كدر أنت لي تنصر من بك انتصل أصر جنابي واكفني أذى الحسن كفسني الجوع وقيتني الدسل كفسني الجوع وقيتني الدسل ألبسني فريد زويل عسن لقر ذنوب الصغر مع الكبر وهبل لا صغارة ولا كبر هبل يا وهب في هذا السفن فردك لما في المياه هو العفر أسح جميع محتفاء ومستثن هي ويغفر أنت خير من ستر دعوتك اللهم دعوة الضرن ويستجب بفقني كل غرن أجبتني يا من له أمر البشر وجن هب لي قال كل ذي أشر أجبتني يا من له أمر البشر وجن هب لي قال كل ذي أشر أبتني أغنيتني عن المفر أخير من يوي إليه ذو مفر منع لي بالتلازم الصور ما الحديث دون وني وخوان ويتوشي إني مفتقر إذك يا غنى الذي لك افتقر علمت نفسي طعبا مما غبر يا بحر فرح وقدني يا لبر لك أنا أبتق ناجما مما سضر مني من الزنوب يا رب القذر لفقه عني كف ما يجر الضر ويا أخرى وقت السير وحضر هب لي في ظلمي عزبا عدة بشر أنسى بها يا ربي ستة عشر هب لي في ظلمي عدة بشر أنسى بها يا ربي ستة عشر أجب جاء المصطفى من قد بهر نور البرايا نوره حين ظهر أجب جاء المصطفى من قد بهر نور البرايا نوره حين ظهر أجب جاء المصطفى من قد بهر أجب جاء المصطفى من قد بهر نور البرايا نوره حين ظهر هب لي في بحر وبر برعود كل من سطى أو قد نبر لك تجهت فحمني عني لقطر ونجني من أعادي ونتر فب لي في ظلمي عدة وسقلي والبشر فزمدن كل يا رب البشر عنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر عنك رضيت شاكرا يا من كسر سلاح من كان يباهي فانكسر قال في البحر من قبل مكر فبارحين قال جيسه وكر بجل في البحر وحدي وفر مني في البري وخاف ونفر أنت لي سخرته لي وفتر بعد اجتهاده وعاقه الفتر أشكرك الدهر شكورا يبطذر والخيار من فرودك استضر أجل بفعدك وحرمة المبر بمعرف وقل في بحر وبر لك تقول يوم بقلب قر شكر يا خير من يذكر من لك ذكر لك تقول يوم بقلب قر شكر يا خير من يذكر من لك ذكر يا خير من يغني وخير من قسر أي فارقت كل من خسر نبت في الأيام ترمى استتر فضمحوا يا خير غافل استتر أخبرت يا ربي إليك بالسور وبالأحاديث وإني ذو خور هفضني يا من قضيت للوطر من الفيود ما يخجل المطر هفضني يا من قضيت للوطر يا من الفيود يخجل المطر هفضني يا من يجود بالخير على يبيك الحكيم والسير عقمي وأهلي بلائيا والسقر ويرما فاقضني ذي الفقر ويتوشي إليك في السفر واعتجي تعجيل أوبي بالغفر أكتب صلاة بسلام ذي القدر أكتب صلاة بسلام ذي القدر لمصطفى وتكفني كل كدر واجهت زل جلال والإكرام وكان لي بمصدر مرامي واجهت زل جلال والإكرام وكان لي بمصدر مرامي ترجمة نانسي قنقر